اهلا بكم معاكم مهندس عبد الرحمن ابوغازيا من شركة 3 engineers ده جزء من تطبيه في محاضرة على exterior model اللي انتو هتشوفوه قدامكم ده ده تطبيه بسيط خالص هتمنى ان انتو تستفيدوا منه وتشوفوا الفكرة وغارة التطبيق وكل فترة هبدأ ان انا هنزلكوا تطبيه من التطبيقات اللي بتحصل في المحاضرات بتاعتنا في كورسة 3D Max و في 3 engineers حسنا من فايل view image file دخلت الصورة دي اول حاجة هرسمها هرسم بوكس طيب ليه؟ انا بوكس شايفين البوكس اللي ده؟ شايفين البوكس ده؟ انا هرسم ده اول واحد وهو ده اللي هيئيس عليه البروجيكت كله طيب ازاي هتئيس عليه البروجيكت كله؟ بص نبدئيا هو ده اللي هيثبط لي النسب الارتفاعات انا لو زبطت الارتفاع يبقى سهل لقصاد الارتفاع اللي موجود ده قدر اناسب ان انا عندي كام عرض تمام؟ فانا بالنسباني تقريبا الارتفاع ده لو انا بتكلم فاربع متر يعني انا دلوقتي عندي ده اربعة فده تقريبا تلاتة تلاتة باربعة باتناشر فالأكستروجين لجوه هنا اتناشر دائما لما بص الحاجة زي كده بص على اللاينز كلها دي مربوطة مع بعض فما تروحش تعمل هلي بوكس وتروح تعملي سعف ده الواحده وده الواحده وتعمله أكستروجين لا انت روح يمسك البوكس ده الاول ثم هبدأين نزبط اليونيت وبعدين قول له والله أنا اللينز بتاعي الهايد بتاعي اربعة متر اوكي وبعدين على اساس الهايد ده هبدأ أنا نسب التول والعرض التفاعل تقريبا التول قده مرتين عسا لو بيتكلم في اللينز بتاعي او الويتس بتاعي هيبقى سبعة متر او ستة متر سبعة متر اوكي والده تلاتة فاربعة باتناشر اول مثلا 12 او 13 متر ده كده البوكس اللي تحت البوكس ده موجود مرة هنا ومرة هنا فمعنى كده ان هو متكرر ثلاث مرات فهنسب بي ارتفاعاتي ما بين كل حاجة وحاجة تقريبا بلاطة 40 سنتي فانت هتلاقي نفسك محتاج تاخد نفس البوكس ده وهاخد بي الارتفاع اللي هو 40 سنتي اللي هو المسافة اللي ما بين كل واحد والتاني وخليها 0.5 وحاسناب ده على ده بحيث ان يبقى انا كده بالنسباني خدت الايه الارتفاع بتاعي بصوره مصبوط هاخد منه كام 3 اللي هم التلاتة اللي موجودين 1 2 3 بحيث ان يبقى بصوره مصبوط مصبوط المسافة ده اربعة فدي تلاتة قدها يعني تقريبا ده اطماشر متر يعني انا لو خدت من ده تلاتة تقريبا هجيب المسافة انا البوكس دي كلها واخدها ريفرنس هرسم لين اللين ده هيبدأ من اول هنا دايما لما دي ترسم لين وانت بتسناب على 3D اختار اثنين ونص ليه ايه اثنين ونص ما يهموش البوكس اللي قدام ولا الورا بيرسم على الجرد تمام فلما يسناب يسناب على الجرد بويت فانا واقف هنا على الجرد اهو هرسم هاخد الارتفاع ده وهرجع تاني مرة تانية هنا بس خد بالك دوس شفت وكمل معنى كده ان انا خدت الارتفاع بس اوكي هطلع به وهجي هنا انا محتاج اخد الارتفاع عند النقطة دي يعني انا واقف بس بالسناب وبكليك اكس من سترين وهسناب وهاجي هنا هكمل وهاخد الارتفاعي وهطلع هقف هنا بعد البوكس بحاجة بسيطة البوكس اللي في النص ده هقف الاسناب البوكس اللي في النص ده مكانه هنا والبوكس ده خلاص بالنسبة لي مالوش لازمة شايفين اللاين اللي ترسم ده ده اللاين اللي هيخد الثيكنس بتاع البلطات يعني لو مسكت دلوقتي ده قدر اجي اقول له تعالى اعمل لي اكسترود لده كله زي ما هو وبعدين البلطات كلها واخده ثيكنس فهتديله شل الثيكنس ده قدر ايه قلنا 0.5 تقريبا طب هو خدل شل في العكس خددله شل في الانر مدال الاوتر 0.5 بتاعتك اه اضبط كتلك كتلة دي هتيجي هنا الكتلة دي مش موجودة اصلا طيب لقيت ان انا لا ده اوفر قوي وده محتاج يتحرك كده شوية ارجع لمين للفيرتكس عادي خالص اضبط نسبك ده محتاج يدخل كده شوية ركز بقى في اللي انا هعمله تطلع كتلة دي محتاجة تطلع هولي القتلة اللي هو الـ غري ده نعمله باللين 1 ده غري ده اه يعني ده اسمنا لين كله باللين نعمل امسك الشكل ده تاني وارجع الانفيرتكس هي همسك الانفيرتكس دي وقاله شو انت رزلت بحيس ان انا بقى شايف نهاية اللي انا بعمله يعني انا هنا اللاين ده محتاج يترفع لفوق عشان دول يبقوا في النص اللاين ده محتاج ينزل لتحت عشان البوكس ده ركز بقى في اللي هنا شايفين ده راجع الورى صح حتلي كده توفر تكستول واربع عبيهم الورى طب ثانية واحدة ده ده من هنا معنى كده ان الفيرتكس اللي موجودة يعني امسك دول وارجع بيهم الورى كده الفيرتكس اللي موجودة هنا عايزة تيجي هنا طب انا مش عارف اثبوتها بالضبط افتح سناب على الاكسبون سترين السناب بتاعك 3d عادي والسناب بيبقى على ايه على الفيرتكس بقى انا دلوقتي هتحرك بالفيرتكس دي بتبقى في نفس السوا بتاع الفيرتكس دي ماذا يبقى؟ اهي 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 تمام؟ اهي طيب حلو بيبادر اخوانا كده قربته اهي 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 اخوانا كده قربته من طبيب انا ده اهي اخوانا 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 هتحرك اخوانا اخوانا ؟ وهو كده زبط خلاص صح؟ نا ها هو هو بالعكس ها هو بالعكس يعني الاكستروجين دائما ميت شاني واحدة بس كده نرجع للفرتكس دي معلي وهارجع بهم كده صح كده؟ حسنا خلاص ده كده ماشي ستريت وده اللي خد الميل وده اللي دخل كده عندي خلاص كده ما عنديش شابس تانية او حاجة تانية تتعامل في الكتلة دي هارجع بده كده الوراء ديها تحرك بيها كده وكتلة ديها تطلع بيها اللي قد ديم هارجع بيها نرق بيها اخير منطلع بيها ديها تطلع البره هنمسك الفرتكس الهنا هنطلع بيها بره الا انظر الحسابة تطلع لها شيء في البعضين مشترك لها اذا اضع هذا مستخيم حسنا اذا اذا اضع 3DS اذا اضع 3DS اضع 3DS اتركزوا معي اذهب هنا في الحتة ابدأ ارسم لائن بالاوتو جرد يبقى ماشي هنا بالنفس الميل احاول دائما عندما ارسمها احاول ارسمها قريبة من اللائن الاستمرار اختترون و اضع 4 متر تقريبا اضع 4 متر اضع 4 متر ارجع اضع اضع نمسك السيجمنت بتاعت اللاين ده بص انا لما هعمل شو هعمل ALT Q كده عشان شوه هعمل Divide بصكوا لما هحط Vertex الطبيعي ان هتلاقي ان ايه السيجمنت بتاعتها ظهرت فكل ما هدفايت لحد ما شوف الشيب انا محتاج كم سيجمنت في النص تمام؟ عملت ال Divide اللي انا عايزها خلي الشكل اللاين اللي محدود عليه Extrude ده اخط عليه Lattice قداني مين Thickness بتاع الحاجة الموليونج هعمل CTRL V هاخد Copy منه وهعمله ALT X بحيث انه هبقى عامل ال A نفس الكلام هنفزه هنا انتو يا دوب خدتوا Tools بسيطة على فكرة من Tools بسيطة قدرت تطلع الكتلة دي بسهولة جدا بسهولة جدا طبعا هاخد هنا هاخد ال Rotation بتاعها عشان تنفع التايمير تتحطم ده بقى هتعمل اي كل اللي عليك انك هتروح تجيب لي بوكس زي كدا هتدخلو تمسك دوت تعملو ايه Profolion Profolion Start Packing تختار دوت وبعدين تاخد Frame rectangle بالSnap كده هحط عليه Sweep Bar هدخلو بال Aligned جوه اوكي وهدخل ده كله كده لجوه شوية Ctrl V Copy همسح ال Sweep وحط مكانها Extrude حيث ان انا اعمل الازايز نفسه Alt X داني ايه الازايز نكاين وهكذا هبدأ ان انا اكمل بقية البوكسز نفس الكلام هنا هتقوم واخد لي الكتلة كلها وتروح تحط لي البوكسز اللي موجود هنا ده شو بقى هتوستنو ازاي وناخد ده ونقول له ايه compound object propylene start picking انا فتحت الفتحة اللي موجودة هنا ده وارجع بعد كده احط عليها rectangle مثلا بالمنظر ده وحط عليها الفريم ده ازايزة احط له sweep احط sweep بار وحكبر وحكبر length شوائي نطلع لفوق كده هجيب line ومسي مع الفريم اللي موجود هنا اللي هيبديني التقفيلة بتاعت ده هتدير extrude count وممكن shell ايه خدتك ناس صغير بعدين اعمل له alt x ده ازايزة اللي هيبقى موجود هنا تبدأ تضيف بقى details اللي بقية ده كلها بنفس الطريقة تيالي كده مفيش اي حاجة نقصة ممكن انها تعوخك عن انت تكمل بقيت المبنى ككتلة كل ده كده سهل ان انا ابدأ كمل شواء سهلة اتخضيتوا في الاول الصورة اتخضيتوا اول ما شفتوا الصورة اول مرة الشتاء رفض اعملوه بس هي طول ذا عبيطة جده مخضوبين بجد مخضوب من اللي حصل ده يعني انه مش تهجب تعملو ده عبيط يا جماعة والله عزيزين مابنى عبيط جده عبيط ببط يعني انت انت تتريع لا والله جده وعريف لهم زي انا مش بتخير ما هو بالتفاهة دي بحسب غبائك لا مش غبائك الفكرة كلها انك مع الخبرة ومع الوقت كل ده تاخد يعني هنا انا ببعملها قدامك انا مش بستعرض عضلاتي خالص يعني انا بوريك تكنيك انت تفكر ازاي في كتلة يعني ما انا فقدت وردك تكنيك انك تفكر به الانتيريور ازاي دلوقتي اي حد يشوف يقولك مش هعرف اعميره عن ماكس لو هو اخد ماكس وحافظه يقولك لا ده يخد الحاجة بذيطة جده كل فكرة لس بحكتك تزبطها اتلاقي الموضوع بقى عويت لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو دوت عشان تفيد غيرك ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد ولو انت على الفيش بوك بيج بتاعتنا اعمل فولو من فوق واعمل سي فرست علشان تقدر تيوصلك برضو كل حاجه جديده احنا بالنزل بالتوفيق موسيقى